سيارته لمحافظة ميسان افتتح رئيس الوزراء محمد شاع السوداني مستشفى الحكيم التعليمي بمدينة العمارة فيما أثنى على جهود وزارة الصحة والشركة التركية المنفذة للمشروع اليوم وعلى بركة الله تم افتتاح مستشفى السيد الحكيم هذا المشروع الصحي هذه المدينة الطبية الكبيرة مشروع ستراتيجي وإضافة مهمة للقطاع الصحي في محافظة ميسان كل التقدير للجهود المبدولة من قبل وزارة الصحة ومحافظة ميسان والشركة التركية المنفذة هذه الشركة المتميزة التي نفذت سلسلة من المستشفيات بنفس الطراز بنوعية وإضافات مهمة على صعيد الأجهزة وتنفيذ كل المرافق الموجودة في هذا المجمع الصحي